السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أيها المتابعون الأوفياء في هذه المداخلة والتي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للأمن وقرارات الحرب والاستئصار انعقد هذا اليوم الأربعاء ثم طاعش أوت 2021 اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن هذا الاجتماع الذي صار يتردد كثيراً وفي كل فطرة هناك اجتماع للمجلس الأعلى للأمن حيث كنا من قبل لا يمكن أن ينعقد هذا الاجتماع إلا في حالة ظروف استثنائية مما يوحي أن الوضع الجزائري خطير للغاية وأن الجزائر تمر بمرحلة صعبة ومعقدة على مستوى الداخل والخارج على المستوى الإقليم والمستوى الدولي أيضاً هذا الاجتماع الذي جاء استثنائياً في ظل حرائق الغابات في ظل جريمة اغتيال جمال بن اسماعيل في ظل وضع متأزم من خلال الأزمات التي تعرفها البلاد سماء بما يخص وباء كورونا نقص الأكسجين أزمات مختلفة والغلاء وما إلى ذلك من هذه الأمور هذا الاجتماع خرج بما يشبه الحرب وأيضاً في جهة أخرى بما يشبه الاستئصال حيث صدر بيان عن رئاسة الجمهورية يقول ترأس السيد عبد المجيد تبور رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم الأربعاء 18 أود 2021 اجتماعاً استثنائياً للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة والأعمال العدائية المتواصرة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضد الجزائر وبعد تقديم المصارح الأمنية حصل للأضرار البشرية والمدية الناجمة عن الحرائق في بعض الولايات لا سيما ولايتيت زوز وبجايا أسد السيد الرئيس تعليماته لجميع القطاعات لمتابعة تقييم الأضرار والتكفل بالمتضررين من الحرائق التي ثبت ظلوع الحركتين الإرهابيتين الماك ورشاد في إشعالها وكذا تورطهما في اغتيال المرحوم جمال بنسبعين وفي السياق قرر المجلس الأعلى للأمن زيادة على التكفل بالمصابين تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين التي تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية إلى غاية استئصالهما جذريا لا سيما الماك التي تطلق الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني حيث تطلبت الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية إلى آخر ما ورد في البيان لاحظوا بأن هذا البيان فيه إعلان حرب حقيقية أو إعلان استئصال حقيقي لألماك ورشاد وأن الأمور ستؤدي إلى توقفات ليس فقط الظالعين في جريمتي الحرق وأيضا جريمة حرق الغبات وحرق جمال إسماعيل بل القضية تصل إلى كل من لديه علاقة بالمنظمتين هذا يعني أن هناك جبهة كبيرة ستفتح والاعتقالات ستتواصل وتكون هناك حملة واسعة بين وهذا الأمر سبق وأنكشفته في أحد المداخلات عندما قلت بأن هناك حملة واسعة من الاعتقالات ستقدم عليها الجزائر نعم هذه الحقيقة التي كشفتها من قبل أنا ذكرت من قبل إذا تتذكرون استمعوا ما قلته من قبل أمر آخر أن السلطات ستعمل على إدراج بعض التنظيمات في قائمة الإرهاب والمعلومة التي لديها حركة رشاد سيتم إدراجها رسميا في قائمة الإرهاب وأيضا حركة الماك التي يقودها فرحاتم هني أن هناك مشروع لإدراجها في قائمة الإرهاب بعد ذلك يصير ملاحقة هؤلاء بتهم إرهابية لن يلاحقوهم بتهم سياسية رغم أن حتى الإرهاب تهمة الإرهاب تم تسييسها لدى الجزائر كان هذا الحديث في سياق تعليقي على قانون تجريد الجزائريين من الجنسية التي تقدمت به الحكوم وقلت بأن المخطط هو إدراج ماك وما تسمى حركة رشاد في قائمة الإرهاب أنا في اعتقاد أن توجهات السلطة القائمة وما توصل إليه المجلس الأعلى الأمن يوحي بأن السلطة سترفع سيف القانون سيف الملاحقات الأمنية سيف الاتهامات بالإرهاب والجماعات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية وهذه لن تكون في صالح الأمن القومي الجزائري لأن هنا سيذهب ناس أبرياء ضحايا كثر جراء الاستعمال المفرط لهذه القوانين ويدفعون ثمن أمور ليست لهم علاقة إذا كان فيه أشخاص ينتموا إلى هذه الأطراف في الشارع فهناك الألاف لا ينتمون إلى هذه الأطراف جمعهم الشارع الذي هو مفتوح للجميع على السلطة أن تعمل على خيار حوار حقيقي وبناء هو الذي سيعري كل أصحاب الأجندات الخبيثة سواء كانوا في السلطة أو كانوا في المعارضة مع وضع كلمة المعارضة بين ظفرين مثلما نضع السلطة بين ظفرين أيضا لأن النظام ما هو نظام ولا المعارضة هي معارضة ولكن الشعب يعاني الأمرين ولديه مطالب لم تحتحقق تحتاج إلى السلطة فعلية تحققها ليس بالوعود وليس بالأمنيات وليس بالأمان وليس بأحلام الجوة إذن الآن هناك موجة اعتقالات الآن هناك جريمة حرق الغابات وهناك جريمة اغتيال جمال بن سماي من قبل لو حدثت هذه الاعتقالات ستكون هناك جبهة حقوقية ضد النظام الجزائري باتهامه أنه يمارس الاعتقالات بسبب الحراك بسبب حرية التعبير بسبب مواقف الناس ولكن الآن في ظل جريمتين كبيرتين أخذت الصدى العالمي وتتمثل الأولى في حرق الغابات والثانية في حرق جمال بن سماي فإن هذه الموجة من الاعتقالات لن تقابل بالتنديد الدولي ولن تقابل بأي مواقف أخرى ولا تخوفات أصلا من السلطة تجاه المنظمات الحقوقية لأن الذين سيتم توقيفهم سيأتي ذلك في إطار اتهامات بالانتماء إلى منظمتين ارتكبة جريمة كبيرة بحق الجزائر وأنا أقولها من الآخر إن ثبت بالدليل أن رشاد والماك هما من ارتكبت هذه الحرائق فإن ذلك خطير للغاية بل أن ذلك فعل إرهابي مدان ومرفوذ وإن كان الماك أصلا أفعله كلها مدانة ومرفوذة لأنه يقوم باستهداف الوحدة الترابية الأمر الآخر حتى رشاد نختلف معها في كثير من أمور وفي أطرحاتها الكثيرة ودائما قلنا أن هذه الحركة صارت عبءا على الجزائريين والحركيين بل طالبت قيادة هذه الحركة أن تقوم بحل التنظيم منذ فطرة قليلة فقد طالبت بهذا وتعرضت إلى نقد اللاذع لأنني أدرك يقينا أن الأمور ستتطور إلى أبعد من ذلك لكن نتكلم على جماعة رشاد أنتم جماعة رشاد تقولوا قلوبنا على الجزائريين وتقولوا بأننا ليس لدينا أطماع أصلا في هذا الحراك رانا ندعم في خيار الشعب الجزائري الشعب الجزائري هو اللي قرر مصيره أوكي لماذا أنت توصر على إبقاء حركة رشاد كواجهة وكغطاء خلي حلها ونحبزها وبعد كي ترجع السلطة للشعب عندك الحق تدير حزب سياسي ودير وشت حب ودير حركة ودير تنظيم ودير وشت هذه ما أردت أن أقول في هذا الأمر حل رشاد صار ضرورة لإنقاذ ما تبقى من الحراك ولحماية الجزائريين من بطش الأجهزة الأمنية ومن طيش حراس وإدارات السجون الأمر بين أيديكم والمشروع بين أيديكم فإن صدقتم مع الجزائريين ستفعلون ما نصحتكم به وإن لم تفعلوا فقد كشفتم أنفسكم بأنفسكم والأيام لوحدها ستكون سجال لكشف السادق من الكاذب وها هي تطورة والقادم أخطر إن بقي إصرار هذه الجماعة على الحفاظ على تنظيمها ولو كان ذلك التنظيم سيؤذي الكثيرين في الجزائريين إذن حملت اعتقالات واسعة ستقوم بها السلطة وهذه كانت مبرمجة من قبل ولكنها كانت تأتي في هدوء وحدثت عمليات اعتقال كثير الحركيين ولكن الآن هناك موجة واسعة في منطقة القبائل حيث لا أحد يستطيع أن يتكلم بسبب ما حدث من جريمة لقتل جمال بن إسماعيل لو حدثت من قبل لهاجت وماجت هذه المنطقة ولكن الآن الضربة البوليسية والقبضة البوليسية قائمة وكبيرة على هذه المنطقة وطبعا هذه المنطقة تحتاج إلى عودة هيبة الدولة وفق آليات وطرق لا تمس بكرامة الناس ولا تمس بحرياتهم ولا بمواقفهم السياسية ردرك تماما بأن الوجوه الفاسدة أخلاقيا وسياسيا التي أرادت أن تظهر في واجهة منطقة القبائل لا يتمثلها فهناك نخب من الجامعيين والمفكرين والمثقفين الذين يعتدوا بهم ولكن للأسف تراجع دورهم بسبب ما قدمته السلطة إلى وجوه أخرى كي تحتل هذا المشهر هذا من جهة من جهة أخرى فيما يخص المغرب أن الجزائر قررت إعادة النظر في العلاقات والتي تعني أنها ستذهب إلى قطع العلاقات وهو أيضا ما قلته منذ فطرة كانت كل المعتيات المتوفرة لدي تقول بأن السلطة ستذهب إلى قطع العلاقات وربما فرض تأشيرات وأشياء أخرى وتطورات ستأتي لاحقا هذا هو إعادة النظر في العلاقات معناها في أقل الأحوال أن العلاقات ستكون مقطوعة وستكون هناك تقليل من التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وأشياء أخرى قادمة في الفطرة اللاحقة أمر آخر أنه هناك تكثيف هو قالوا إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية معناها تجهيز عسكري وأمني على الحدود الغربية ترى هل الجزائر وصلت إلى دعيها مؤشرات أن هناك استعدادات في التحالف المغربي الإسرائيلي ضد الجزائر وخاصة يعني من الآخر أن التصريحات الأخيرة لوزير الكيان الإسرائيلي في المغرب هي تصريحات إعلان حرب ما كان يجب أن يفعلها المغرب أن تفتح أجواء المغرب ويدخل وزير كيان مرفوض وملفوض من طرف الشعوب العربية بإجماعها وبعد ذلك تجعله ينتقد الجزائر ويعتبرها أنها كيان مثل إيران يشكل خطر على دول المنطقة وبعد ذلك يؤيده وزير الخارجية المغربي أعتقد بأنها خطوة بائسة لا قيمة لها ورخيصة أيضا ولا يمكن أن تكون مقبولة من طرف المغاربة أنفسهم ولا من طرف الجزائريين طبعا إذن مجلس الأعلى للأمن قرر ما التصعيد مع المغرب وأيضا فتح جبهة جديدة من الاستئصاد ضد الصوت الآخر ليتهم يستهدفون الماك فقط أو يستهدفون رشاد ولكنهم ولكنهم سيستهدفون كل الحركيين الذين يرفضون هذه السلطة ويرفضون هذا الطريق وهذا الخيار تحت مسمى الماك ورشاد رغم أن الماك يقول بأنه لا على قليب الجزائر وأنه لا يمثل الحراك ولا ينتمي إليه لأنه يرى نفسه أنه يخور في حرب تحررية وأعتقد أنه وهم كبير يعيشه فرحات مهني ومن معه ولكن أيضا رشاد هي حاولت أن تكون هي الصورة أو في الواجهة الحراك الشعبي منذ بدايته عندما كان قوة كبيرة ثم بدأ يتراجع ويتراجع وكل هذا الضرر تتحمله رشاد بلا أن شك ولكن طبعا لن نؤيد أبدا كل من يستهدف لأنه يحمل فكر معين ضد النظام أو يعارضه أو يطالب بالتغيير ولكن النظام جاي بحرب استئصالية الجزائر يا جماعة عادت إلى مرحلة منتصف التسعينات في مرحلة الاستئصال تلك المرحلة النزارية التوفقية والآن ضافت لها دور آخر يلعبه شنقرح إذن بيان المجلس الأعلى للأمن في اجتماعه الاستثنائي هو بيان تصعيدي ضد المغرب نتمنى الله يصل إلى الحرب وأيذن بيان استئصالي ضد الحراك والحركيين تحت دعوى مواجهة الماك ومواجهة رشاد وتلك طامة كبرى ستصل إليها الجزائر في ظل هذه العقلية البوليسية والعقلية الأمنية نعم كل من ثبت عليه ارتكابه لجرائم الحرائق يجب أن يحاسب وكل جهة تطلقى تمويل أو دعم من جهات خارجية في إطار معارضتها للنظام يجب أن تحاسب ولكن لا يعني محاسبة وملاحقة الناس يعيشون في الجزائر ويعبرون عن آرائهم أتمنى أن الدرس قد وصل إلى جماعة رشاد أما جماعة الماك فلم تنفعهم الدروس ولا العبارة سنعود بإذن الله في مداخلة أخرى للحديث في حيثيات أخرى من هذا الموضوع الخطير وهذا التطور السياسي والأمن الكبير في الجزائر نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر